فضلت يعني في مجال عملي شغلت حوالي 20 سنة تقريباً يعني ممكن أكتر وبعين كنت في أستراليا يعني أدير جلسة من جلسات مؤتمر هام جداً للبيئة وزي ما أنت عارفها ما دلوقتي المودريشن أو إدارة الجلسات في المؤتمرات الكبيرة بيختاروا دلوقتي الناس تكون جاية من مجال الإعلام بس تكون يعني تقيلة في مجالها يعني فكان فيه ثلاث جلسات مهمين جداً في المؤتمر ده كانوا مختاريني أنا أدير جلسة وجلسة تانية كان حد من الجارجين جريدة الجارجين صحفي والجلسة الثالثة صحفية من الـ CNN أوكي وبشهادة الجميع أن أحسن جلسة كانت الجلسة اللي أنا قدرتها لأنني ذكرت لها طبعاً كويس قوي شرفتين يعني الحمد لله الحمد لله طبعاً الحمد لله جداً أنا بصي أنا شرف لي أن أنا درست في مدارس يعني كلية السلام مدارسة مصرية طبع المعاهد القومية في الوقت ده شرف لي أن أنا دخلت السياسة واقتصاد بلدي هي اللي علمتني لما الواحد بيتاح له الفرصة بقى أنه يخرج برة وهو متعلم كويس بينجح فالمهم بعد كده كنت قاعدة على المينة بتاعت سيدني ولقى في مركب معادية كده كبيرة كده وبتعمل صوته طبعاً قاعدة بقول لنفسي أنا بقى وأنا مش قاني الأوان بكلم نفسي مش قاني الأوان أن أنا أحول على مجال أنا بحبه جداً مش أن أنا ما بحبه أنا أنا نكحة جداً في مجالي بس يعني الفن في دمك برضو يعني جداً جداً فهماكي طبعاً قلت طيب أبتجي أكيد أشوف وأجرب والمركب معادية يعني عمر ما المنظر ده حنساه رجعت مصر وبتديت خدت القرار أن أنا أخدني طبعاً سنتين عشان أقدر أن أنا أحول يعني أنا ماسكة مشاريع وفيه شغل وفيه بتاع ما أقدرش أن أنا أسيب الشغل حدك سبتي دلوقتي الشغل مع الأمم المتحدة يعني دلوقتي بقيت متفرغة تماماً للفن التشكيلي بقيت متفرغة للفن التشكيلي بس أنا ما جيت بتيجي أتفرغ بقى السنتين اللي هما كانوا in between دول كنت بتديت أخد كورسات بقى فنية مع سواء كان يعني بتديت أخد مع فنانين طبعاً من الفنانين المعروفين أو يعني الناس المتمكنة يعني وأخد بداية أنا برسم قاطل عمري لكن أنا برسم هواية أنا لازم أخد أساسيات الفن عشان أنا ما دخلت شون جميلة أوكي بأخد بقى الظل والضوء آه طبعاً درستيها طبعاً قدت كورسات لمدة سنتين اللي هي كل ما الخامات اللي بتستعمل هنا في مصر كورسات كانت هنا في مصر آه كلها في مصر حلوك قصي مصر بلد الفن طبعاً أنا عايزة أقولك أن مصر من أيام الفرعنة هي بلد الفن وزي ما قال نجيب محفوظ بدأت مصر ثم بدأت تاريخ للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية